السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي الآن مع المجموعة الثانية من مجموعة ظنة وأخواتها المجموعة الأولى اللي أخدناها في الجزء الأول اللي نزل كانت بتفيد الظن أو الشك أو الركحان المجموعة الثانية هي مجموعة بتفيد اليقين إيه هي مجموعة لبتفيد اليقين؟ زي ما أنتوا شايفين علمة رأى وجدة دي الثلاث أفعال لبتفيد اليقين علمة رأى وجدة تعالوا نشوف مع بعض كده يطار تأثيرها على الجملة إسمية زي الأفعال بتفيد الشك زي ما احنا شايفين رأيتوا الحق واضحا رأيتوا الحق واضحا رأيتوا اعربها ايه هنا؟ بنقول فعل ماضن مبني على السكون الاتصالي بتاء الفعل وتاء الفعل ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فعل والحق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة واضحا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب لو احنا حبينا نشوف تأسيمة الجدول هنلاقي ان رأيتوا ده فعل متعدن والحق مفعول به أول واضحا مفعول به ثاني طب لو قال لي احذف الناسخ هنحذف رأيتوا هنحذف الفعل والفعل هترجع الجملة الأصلاتي بقى الحق واضحا هترجع مبتدأ وأخبر عشان زي ما احنا اتفقنا الأفعال دي بتتعدى المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أفعال تتعدى المفعولين أصلهما هما في الحقيقة المبتدأ والإيه والخبر نشوف مثال آخر نشوف المثال رقم سبعة غير رأيتوا في معلومة أحب ضفها لكم بالنسبة لرأيتوا إن رأى نوعين فيه رأى عالمية ورأى بصرية رأى العالمية زي ما انتوا شايفين رأيتوا الحق واضحا هنا بمعنى علمته دي بتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر إنما لو قلتلك بقى رأيتوا قطة نائمة يا ترى رأى هنا بمعنى إيه رأى هنا بمعنى أبصرته رأى البصرية بتنصب مفعول به واحد لو قلتلك رأيتوا القطة نائمة يبقى رأيتوا فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فعل والقطة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة نائمة حال حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة يبقى إذن رأى العالمية بتنصب مفعولين أما رأى البصرية بمعنى المشاهدة بتنصب مفعول به واحد زي ما شايفين كده طيب عندك المسار رقم سبعة علمت العدو العدوة مهزوما علمت العدوة مهزوما علمت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير بارز بارز متصل مبني في محل رفع فاعل العدوة مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة مهزوما مفعول به ثاني منصوب وعالمة نصبه الفتحة زي ما احنا شايفين عالمة ده الفعل المتعدد والعدوة مفعول به أول ومهزوما مفعول به ثاني لو قلتلك احذف الناسخ وغير ما يلزم هتبقى العدوة مهزوما وهكذا نفس الأمثلة الأمثلة كلها بتنطبق عليها نفس القاعدة هسيبكوا بقى تذكروا الجدول لأن هي نفس الأمثلة ونفس الطريقة ونفس الموضوع ماشي في جميع الأمثلة وهنتطرق في الفيديو التاني للمجموعة الثالثة انتظروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته